مع اقتراب الرابع والعشرين من ديسمبر تزداد آمال الليبيين في قرب انفراج الأزمة من خلال صناديق الاقتراع التي ستكون الحامل والحامي لأصواتهم المقررة لمصير البلاد ومنع محاولات البعض من عرقلة هذا الاستحقاق المنتظر والمجمع عليه الأصوات المحلية والدولية المطالبة بالالتزام بموعد الانتخابات حذرت من العبث بآمال الشعب الذي عانى من ويلات الحروب والتشتت والأزمات السياسية المتتالية دون توقف فالأحزاب والتكتلات السياسية في البلاد كثفت من بياناتها المنادية بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات كما نهج الموقف الدولي ذات المسلك وآخرها كان التأكيد الأمريكي على عدم تأجيل الموعد المحدد للانتخابات الأصوات أكدت أيضا عزمها على إخراج البلاد من مستنقع الفساد وانتشالها من هذا الوضع المزري وعدم السماح بإبقاء المشهد على حاله بل حلحلته من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة الديمقراطية بحذافيرها وعدم السماح بحرمان الشعب من حقه في التصويت الحر ثلاثة طرق أساسية يمكن لها أن تحمي البلاد من الوقوع في المجهول بحسب مراقبين أولها قمع المعرقلين لإجراء الانتخابات وثانيها منع المسيطرين الحاليين من وضع يدهم على مستقبل الشعب الليبي وآخرها وأهمها تغليب المصلحة العامة على الخاصة أيا كانت وهذا ما يفتح المجال بشكل حقيقي للحفاظ على ما تبقى من الوطن